يثير مشروع تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ضجة بين الأوساط الطبية وهذا الجدل يأتي نتيجة الاختلاف بشأن الفقراجيم من المادة السابعة عشرة الخاصة بمعادلة شهادات الاختصاص لأطباء الخارج ففي اجتماع عقدته لجلة الصحة النيابية اليوم قال أعضاء المجلس الطبي الأردني إن الفقراجيم تطبق على فئة معينة من الأطباء من حملة الشهادات من الخارج ويعملون في الخارج وتستثني فئة كبيرة من حملة الشهادات من الخارج الذين يعملون داخل الأردن بدوره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قال إن الوزارة لن تسمح لأي طبيب حصل على شهادته من دولة ومارس مهنته في دولة أخرى أن يعمل في مستشفيات الأردن وحده منفرداً إلا تحت مظلة طبيب اختصاصي وبحسب الهواري فإن مشروع القانون يهدف إلى إعادة الأطباء المهرة العاملين في الخارج إلى الأردن للعمل في مستشفياته بعد أن يكونوا قد أنهوا العمل لمدة ثلاث سروات في نفس الدولة التي نالوا الشهادة منها بهمنا اليوم نركز القانون يهدف إلى ماذا؟ تسهيل عودة أبنائنا كل ما حطينا سنوات أطول كل ما أبنائنا ضربوا شروش في هذه البلدان وصار أصعب إنهم يشلعوا أنفسهم منها وإنهم يعيدوا لذلك وجدنا أن الثلاث سنوات هي قابل إنها تحقق أولاً وهذا مهم أن البلد التي أعطت الشهادة لهذا الطبيب تحترم شهادتها وتسمح له بمزاولة ثانياً أن هذا الطبيب مأمون وبالتالي تم تجديد وخصط مزاولته لمهنته لأكثر من مرة وثالثاً أنه إحنا لم نمد هذا العدد من السنوات إلى عدد طويل وبالتالي يصبح سراب والعودة إلى الوطن سراب